سيد احمد الهرميسي رئيس شبكة العاملين المستقلين بالضبط سيد هرميسي على وسهلا بك مرحبا بك سيدي مرحبا ومرحبا بك كافة المستمعين صعداء جدا باستقباله كل موضوع متاعنا لحقيقة لليوم متحمس له شوي نوعا ميو اكيد انه برشة وينسا اليوم يسمعوا فينا متحمسين كيف كيف بكل بساطة الفريلانس اذا هو الموضوع متاعنا بالنسبة الفقرة نحكيه بالملي شنية معناها فريلانس بالضبط سيد احمد وهل مستعرفين به اليوم في تونس وعنده مثلا امتيازات ولا منظومة جبائية خاصة بضبط الفريلانس في تونس هو فنومين ظهرة كبيرة عمل تيخ ومساحة في سوق الشغل في تونس وكريمان قاعد اتعوض في الخدمة الاستنداغ اللي نعرفوها يعني انسا لغياء في تونس يوم شهار وإلا عنده باتين يعني عنده شركة يخدموا ويخلص فلمتوه كل شيء لانه دو ساتو الفريلانس جابيناتهم له شهار وليه انتخبخنور يعني ما هوش صاحب مؤسس فهالفورم هذي متاع الخدمة اللي هي ما هيش جديدة الحقيقة يعني ما صحيح كانت جيمة موجودة خدمة حزام احنا نقوله لكن مع التكنولوجيا الجديدة الفور المعلوماتية اللي صارت ومع الانترنت وكل ضعفت وخاصة في بلاد كيمة تونس اللي تشهد ازمة في البطالة انها عوضت كانت هي الالتغناص يعني الالتغناطيف صحيح بالنسبة للشباب انهم ما يموتوش بالشوء يعني توا نقولوا احنا عنا 800 الف بطال مستحيل مليون بطال مستحيل يكونوا بطالة يخدموا يخدموا كالكبار في الان فرميل وهوما اغلبهم دي في خيلانس يخدموا في تونس وخارج تونس اه هذا اللي نحكيو عليه في خيلانس وما في تونس مستعرفين به في تونس الكونسيبت اذي اه هذي هي المعضلة الكبيرة اللي دي ما نحكيو عليها ودي ما نطالبوا بها واختي واختي وانصال لها نحقوها ما عندهم مش ستاتوي ما عندهم مش كادر لجلسات اللي لجلسلاتيف مثلا فيما برشة ميهنة جديدة في تونس كما تقول غرافيست مثلا صحيح كما تقول انستغرام اللي قاديين دخلوا في ملايين نعرفوا اليوم صانع محتوي يعني بكل بساطة كومينشي مانجمات يعني ذهم الكل هم يخدم اللي معدهم مش انستاتوي يمشي بشي يطلع باتين ده يقولولو حل اه بوات دو كومينيكاسيون دونك هو اللي سومي لنفس الغيجيم متاع بواته اللي عندها متخدير صحيح صحيح لازموا باتين ده ولازموا شاي مانا هو جيست غرافيست يعني يخدم الليوم معاك عدم مغوده مع حد اخر يرتاح شهر وبعد يرجع يخدم قعد يدبر في راسه يعني ما فاميش لا امتيازات لا منظومة جيبائية خاط صبيحة اصلا مهمش موجود في نومونكلاتيوغ نومونكلاتيوغ متاع الميتية عنا في تونس غير مبرمج بالشبك بالضبط اخر تحيين صارت للي نومونكلاتيوغ متاع الميتية في تونس عام 2009 عمت وزارة التشغيل من 2009 لليوم ما حينوهاش وقت هالمهن اللي ظهرت جديدة كما مثلا درون بيلوت متاع درون كما مثلا الجماعة الجود فيديو جماعة صنعي المحتوي هذا الكلو غير معترفين باهم في تونس اللي صن تبليجة بش يخدموا في النوار بالضبط اذا هي الكلمة يعني في النوار وبيانسور كي تخدم في النوار ما فماش امتيازات في النوار بالعكس معناها فما عدة مخاطر تنجم ما تخلصش تنجم ما يقع انتي هيك الحقوق ابسط الحقوق معناها متاعك اذا هونيا ندخلو اخويا كي بيش نقولو كي بيش نقولو في الطبعة ولا كيفيش نعفصو في الطبعة مشكور بدنا نعفصو في الطبعة قال لاخر والله قبل كل شي رحبو بيك اخويا احمد معناها هنا الحق كان لي اكتشاف وقت حكيت معك بالتليفون حكينا شوية في الموضوع وفرحان اللي انتي بحثينا على خاطر مالورزمون التوى في تونس قدما عنا عدد مهم انتاع ديفريلانسور بش نقول مش قول مش قول عاملين مستقلين على خاطر على خاطر عامل مستقل نحسها بعيدة كل البعد على اللي نحكيه فيه عامل مستقل تحسوا معناها سيان شواء وكأنو تحس بيخلص برشان بوضع راو مهم من اللي حبيت نحكي فيه معناها راو خلينا نفسروا للسيدة المستمعين شنو معناها الانسان مش موجود في النومونكلاتور نومونكلاتور انتي كتمشي بش الدكلار يا اخويا واقل في الادارة التونسية اللي هي الاقبر مش قول كاي اعتيني انتي شنو البتين ده شريكة كده والبتين ده حسب نوعية النشاط تخير روحك انتي كانسان تحاول انك ما تقعدش بطر تحاول انك تنتج كما قولوها بلغة تحاول انك تخدم على روحك انتك تنطر الفرنك بالامكانيات المحدودة اللي عندك وعمل اللي عليك معنا انت الدولة اللي طلبته منك انك تكون عنصر عنصر منتج وفاعل في المجتمع وتخلق الثروة كان نجمت كان نجمت بعد ما تعمل هذي الكل يريد هذي الكل عملته معنا انتي المجهود السعيب حتيت سيقك في الدومان وبتيت تخدم وحدك وتمرميد وغيره نهارة اللي تقول لي بش نكون مواطن صالح ومش نمشي ربح الدولة متاع يجيوك وقولوك والله انتي انتي ساعة شكون من انتم؟ عرفتها من انتم؟ معناها رايوه لازم نفهم القهرة اللي تنجم تحس بها هذي الناس يحنون تلقى روحة مشبورة فهم عدد يمشي يعمل باتيندة فوق من قلب بالذبط واللي هيا راي كتعمل باتيندة رايك ما مكش عامل مستقل استنبياج رايوه حاجة اخر رايك اتعمل باتيندة مكش عامل مستقل رايك وقتها بتانتي رايك انتي عبارة اه واحد اتربرنور هذي هو انتي شاريك عبارة ما مكش شاريك خطر عامل باتيند وفوق هذا الكل اتيح في البياج متاع حساب الدكلاراسيون رايوه الفريلانسير اليوم يخدم عشرة يام الجايين ما يخدمش الشهر اللي بعد تيكل بعدها خدم يعني يا ربي يعطي خيره رايوه اللي عنده باتيندة رايو عنده ناشاط متواصل لوجيك متاع الباتيندة انسان كل يوم يخدم كل يوم فهم حركة وفهم سوق دور معناه انتي كي تمشي وانا بالله بالمناسبة نحب نحيي ضايفنا كان معانا في السابق عالي الخريبي المختص في الشيبية كلمته بالذنب بش نفهم الموضوع هيدا قال لي رايوه فهمة ناس تمشي تلقى روحة اوتوماتيكمو سوميز الخمسة وثلاثين بالمئة من يدخلوا الكل يعسبوا لك كيك يقول لك انتي مرحبا بيك رايوه مش معقول معناه مش معقول الشي هذي سيد سيل هرميس انتي قلت بيج هذي الباتين دا بيج الباتين دا ستان بيج عاليش حسبة بسيطة برش نأخذوا ايغزامبل متاع انغرافيست يخدم خاطر ملقاش خدمة ملقاش انسالير دونك اللي اوبليجي بش عمالك لك انتش بوستيق وكاخد فيزيت لهذاك وإلا حضر السالير زيدا شوية إذي خلينا نقوله إلا زيد السالير موهوش كافي على خاطر زيدا للغرافيست اليوم يقاسيه من الدوات دوتور صحيح هو يعمل مجهود بش يبيع افيش مثلا بثمانية متالف انت رجمت لي شارجيها بيراتي من الانترنت ببليش ببليش ولا بعشرة دولارات لانا لانا دونك هو سيد هذا يخدم بش يخلص كراهو بش يتنقلوا بش ييكلوا يشربوا يلبسوا كل شي دونك يعمل في مقوله يعمل في مليون مليون ونص صلي يعني يلزم يكلت عليها يلزم يكون معروف ضبط يجب أن نقوله تعمل بالفاق أولا في مصدر التحليم يقوله بشيء كثيرا بمتح RI قم بتحليق بمتحلي كونجح يجب أن يكونوا يحضر كونتابل أول 7 دينار وكذا دونك يشربوا كل شيء ثالثير يجب أن نتجرب الاولى يتمكن من الواجتصان يتمكن من الواجتصان من الواجتصان لنك تحسب انت بقديش لأنه يتوما كما هو يقدم 8 حتى ال5 يجب أن يعمل ثمانية حتى نص نهار خطر الباقي الكل بشيء في الصف في البوستة، في الغباظة، ونعرف الجرائيات، والوراق، والوراق، والوراق والوراق، والسينة اساس، والديكلاغاسيون هذا الكل لا يزي، الساعات التي تعملها لتنقص والشارج تزيد لذلك يجب أن يعيش في 500 دينار ونعرفه في تونس لا يشكش لتوكل لأولادك لتنجم تعرض بهذا الشيء لذلك، هذا السيد مجبور أنه يعمل في النوار بالضبط، وكان خذي باتين دا ما عادش نجم يخرج منها على خاطر ما له غزمان، كونتخول الفيسكال في تونس ووزارة المالية في تونس علاقتهم بالمواطن علاقة خصم وزوز خصوم معناش عقليتنا معناش عقليتنا معلم بو أني كنشدك نتشمت فيك نعرفوها بلقدة، ما هيش موحاسبة يعني ما هيش مطق المواطنة أني يجي كنخي بيكم كم مواطن دونك كنعمل باتين دا عندهم هما معادش يسايبوه ما دام ما بش نوصل خمسمائة تالف سمحني بالله نحب تقولها الكلمة في تونس اللي يخرص في خمسمائة تالف تاوي بتسميه الشهار عندي يتسميه مصرف؟ لا لا يدور في الدم، تعرفها يدور في الدم يدور في الدم، ما دام هو ماشي يجاي عالصف وباعد ذاك هو معناش الكريم تاعه حطه في الكريم والباقي يجبو يتسالف بلوس خلينا نحاولو نفهمو اللي حكاية أكثر نحكيو أرقام سيدة أحمد اليوم في الجامعية كان عندكم خلينا نحاولو نفهمو قديش فهم الليوم من فريلانسر الليوم في تونس ديكلاري خلي نقولو أنا بالضبط، بالضبط، وكيفاش اليوم يتصرفوا باش يكونوا في وضعية قانونية على خطر نفهم من كلمك اللي الوضعية غير قانونية بالمرة زادة، وعليش ما يتعملوش بمنظومة المبادر الذاتي؟ ايوه، هذا الشانت الكبير اللي كان حد من الحكومة يسمع فينا اليوم وأي كتبوز حاش نبيه اليوم سيئغجون أن نصلحوا هالوضعية هذه اللي هي كنيفة نغمال أول حاجة الأرقام، ليه ناس تقولوا لأكثر من خمسين بالمئة في تونس يخدموا في النوار هذا شمعناها؟ يعني يا دولة، خمسين بالمئة مشو في أفغيغ متاعك، رك ما تعرفون ليش يدخلوا، ليش يخدموا، ليش يعمل رو زادة مهم زادة، نقولوا رو فاماني زادة تخدم في خدم وراي تخدم زادة في الفريلانز زادة بالضبط، بالضبط يقول لك سالغيال وجوغ في خلاص كما تقول بياحدة ملاحظة مهمة يسر للسيدة المستمعين واللي تفرجوا فينا في اليفم تيفي ساعة قبل كل شي، كي نقولوا أكثر من خمسين بالمئة، رو في تونس عندك أكثر من ثلاثة مليون نقولوا اكتف معنى هالناس اللي تخدم ثلاثة ملايين وربعمائة ألف كانت ذاكرة ما خانتنيش ضيفتان رو يذكر رقم ليه ناس مش الرقم تيهم، راهو المعهة الوطني للإحصاء يقول لك خمسين بالمئة منهم معناها ما يقارب مليون وسبعمائة ألف يخدموا في اللام فورميل وهوني الملاحظة ثانية لام فورميل راهو ماهوش السوق السوداء راهو الوضعية غير قانونية راهو تعشو معناها مثلا بش نعطي أمث لخارج الموضوع سانع القهوش اللي يخدم في الشانتي هذو ماهو ملام فورميل راهو مهيش ما هومش مواطنين يكنترو ولا يتعاملوا في قطاعات ممنوع راي ناس تخدم على روح هيا جوست ناس تخدم معناها في انفلوتوتال خالي نقوله معناها نضبط في وضعيك عليش احنا في الجماعية عبر بش نعقب على كلمك بنحكيه احنا على الفخيلانس دون الدومين كرياتيف في الجماعية عليش خاطر نخاف وزيدك نبدأوا في النقاشاتنا مع الحكومة مع وزارة المالية أنهم يحطونا في نفس الخانة بتاع المارشنوار وش يقولك هو حتى في الإيكونومي كرياتيف يقولك فمش كن مارشنوار فمارشنوار هو فين فم التهريب السلعة وهذاك الكل وفين الدولة لزمها بالسلاحة متاحة توقف فم مخشي غري المخشي غري وقتاش والناس بش ما تموتش بالجوع يحبط بيعلك في الطابونة في الشرع يعني موش بش بندار بالبيسين لو كانت تولي ظاهرة كبيرة يوقفوا الشرع وقتها توقفها المخشي غوص هو 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 المخشي كرياتيف مهمش يستهلوا في نفط وفي مادة أولية المادة الشخمة هي كرياتية الرجل يخمم يطلع لك جد فيديو يطلع لك فيديو يطلع لك فيلم يعمل لك جد فيديو الآن في الدومان كرياتيف في التكنولوجيا خارجين من الخسارة يدخل لك في الربح ويزيد لا يقول لك لا خدمني لا يقولون يقولون يطلقين الدولة ومؤسساتها ومن نجتمعين فيها ومش طالبين لهم شي طالبين حاجة بركة يقيلونا خليونا نختم وقديش هما توفر حسب ارقامكم جسما في الارقام احنا نقولوا هو دومان يعني نحكيه على الانفورمال بق ديفينيسيون اللي مش معروف لكن فما الطرق احنا عملنا اتود تاو موزارة التعليم العالي فنانسيه بروغرام في التعليم العالي خرجنا ميو وعشرين الف تاوال يخدمون دوني دومان كرياتيف مش نحكيه على فريلانس انواء الكل دوني دومان كرياتيف اللي هما في الاريكولتور كومنيكاسيان الماركوتينج الديوفيزويل هذل تعرف مثلا انتو بلاتو دو ترناج في السينيما الكلو دو فريلانس فمش دي سالاريه فمش ممثل سالاريه ولا شعر سالاريه حتى الاتكنيسيين بيدهم الكل الكل الاتكنيسيين في الوحد الالكترو من كرياتيف اللي هما يخدمون مش مالها يخدمون يعني خيلانسينج هي السوخس بخانسي فال اللي عيشوا منها على خطر فما ان السخورين يخدم في ستيك فنهار فالليل دار بيكجي في ويعمل في عوادة كيفش يتصرفون دوما بيش تكون الوضعية متاحهم تقريبا قانوني تقريبا قانوني انو حيل باتيندا ويكل عصار ما فهم كين الباتيندا ما فهم كين الباتيندا وإلا شا عملوا هما ساعات ما فهم كين الباتيندا بدأت أكثر لصحابه وكيفكي في أخر العام على خطر روحوا تعدى في بلية متاع أمبو يلقي صحابه خلصه وهو تو موسيل في قداش مع القباضة ووضعية خطيرة يعني في جستواندخ كنذكروا قدما فهم معاملات مسجلة على الباتيندا وقدما الارباح تطلع قدما انتي مطالب بشلس أكثر ويلقي روحوا صحابه خلصه خطر يعطي فهم لو أعلم كنز بوخصون منظومة المبادر الذاتي هذه المبادر الذاتي هي نقطة ليس منظومة المبادر الذاتي 2016 كان مع المهد العلي روسيل مؤسسات مع برش من المجتمع الميدني طالبنا بالبعث الذاتي والبعث الذاتي وهو سي ام بو كو بي على الريجيم دلوتان تخبخوني ولي خذوه المغاربة بعدنا وعملوه وتوى يحكيوا في المغرب على قديش دخل فلوس للدولة قديش ربحت منه 2016 احنا طالبنا به خرج حتى 2020 يعني كاركر وقف ومشي 2020 صارت الكو فيد كانت فرصة يمشي في بالهم خلطوا هما بين لوتون وبين تلات خباق يمشي في بالهم يعني هم مربوط ببعض الشيء ممسي بكوسة فعد على مجلس نواب صدق عليه وكانت معجزة فرحنا على الأخر صحيح صحيح وكنا نتصوروا معناها بابو سكرناه فرحنا قلنا أول مرة يعملوا هكا مبادرة تشريعية بوزيتيف يعني ماشي بشنا نتطور 2023 حتى 2023 ما خرجش ما تفعلش يعني هش القانون 2023 مش يتفعل تعدى على القانون المالي 2023 وعليش قوتلك نكتة على خاطر المشرع مشي في القانون مشي عديه على الميزانية 2023 عنده نومونكلاتيو يغم تعدي متية ويلقى اللي الفخيلانس هو اللي بيغال نونكوميرسيال يعني الاكتيفيتة اللي هي ما تتخلش في الفخفيتة متع وزارة المالية خرج القانون وأقصى منها الفخيلانس لنفسروا شوية اللي بيغال نونكوميرسيال معني النشاط تجاري حر غير تجاري حر تجاري بخاطر البتيند نشاط تجاري ولوتو انتربرنور المبادر الذاتي نشاط لازم يكون عندك نشاط تجاري كما الطبيب، كما المهندس، كما الأفوكاء اللي عندهم أغضر الأفوكاء وهذا السيد اللي لديه حق كراه حطوه فرد الكاتيجوغي أما علشي اللي حكي الضحك على خطر هذا قانون بوغ لفخيلانس أما لفخيلانس لديه حق فيه والله صارت في تونس يعني بالحق والسيد احنا ذكرنا نكتة قالك فهم ثلاثة الشركات شركة تحفر لحفر شركة تحط تغرس البتويت وشركة تردم نهارت الشركة تغرس البتويت ما حضرتش واحدة تحفر واحدة تردم عليش؟ كالك ما ندخلش بكل بساطة كيفش نقول نحن في تونس خطنا من المليل تسعة وخمسة واربع دقيقة خليني مجيوا فصل كسير وراجعين اقتصادنا بالملي حتى اللي عشان بتعصبه ما تفهدوش مرحبا بمستمعينا مرحبا بالنس اللي توا توا كل تحقتوا بنا ثم تسمعوا تتفرجوا في اقتصادنا بالملي وفقرة نحكيه بالملي موضوعنا هو الفريلانس اليوم التوينسة برشة توينسة كما كنا نحكيه سيد احمد كونسرني به مش ايجابيا نيسر على خطر اليوم تونسي يلقى روحه فيه ويلقى روحه يلوج على وضعية قانونية اللي هي ملقاهيش للأسف في البلاد ذا ولي هي حكاية الضحة كذلك نحن السنوات عدة اليوم ويحلين فيه قوانين لقيقة نوعا ما بسيطة سيد احمد والله هي بسيطة ما ترجم كان تنفع وما ترجم يعني سيد يو غانيون غانيون الناس كل بيش تنفع الدولة بيش تنفع بيش تدخل عباد في سيركوية كنفنسيونية بيش يساهموا بيش والي ومواطنين يخلصوا الامبو يخلصوا سندجق الاجتماعية هذا الكل وانا في خيلانس يخرج من كل بخي كغيتاء بالضبط يعني ليه يتقلبوا حاسي نتعرف انت يربع مشاكل صحيح صحيح مازلنا مواصلين في الموضوع متاعنا هل انو تشجيع الفريلانس اليوم ينجم يكون واحد من الحلول لمقاومة البطالة وشنين القوانين اللي لازم مراجعتها بيش نساهلوا الامور على الشاب التونسي وهل الفريلانس في حد ذاته اليوم كنسيدريه كبطال ولا ليه في تونس كما قلت لك انا مليون بطال مستحيل كان انا مليون بطال رأي تونس بركت الكل هم يختم خطرهم يختم هذا احنا نقول لك سلالتغناتيف لا تجمعش تخدمهم لفهم وظيفة عمومية لفهم كريزي أكوناميك شركة قادة تسكر والمستثمرين الأجانب قاعدين يخرجوا ايه يخدم بفريلانس ولا اعطيه شقف يعني حاجة مثلية انتي تشوفوا حل من حلول مقاومة البطالة السايد هو حل علش حل قوي هذا حل خطر مش حل موش حل بروبوزي من الدولة حل هو القاهر روحه يعني استينا فرم دو ريجولاسيون هو السايد عنده دي كمبيتنس حيب يبيحه وخاصة اليوم انا نحكيو على دون دومين تكنولوجيك ما فهمي جغرافيا رجل يبيع في جابان ويشري لوجسال من امريكا ويتعامل مع واحد بالهند بالله النقطة هيد بجاهة ربي هاو نهار الصباح يا ايتها الحكومة العظيم يا ايها مجلس النواب المحترم بجاهة ربي يهديكم قانون الصرف راهو نحكيو فيه اليوم راهو لفريلانسير العمال المستقلين راهو ما حاشتوش بمرشي فيه معناه ما حاشتوش بمخشي فيزيك في تونس راهو ما حاشتوش ببيرو في تونس راهو سايد هيدا يولش فما بجزء كبير تعطيه بيسي وكنيكسيون يقعد في الدار راهو هو بيش يربح فلوس و اهم من هذا الكل راهو بيش يدخلونا دو فيس الناس هيدا يتجيب العمل راهو يبيعلك للخارج ما وعنا مشكلة متاع احنا سويولة وعنا مشكلة متاع عملة كيما عملنا على السياحة وكينا عملنا على مواطنين بالخارج ونحييوهم القطاعات يضم ازوز يا اخوي اعطيو الحل للشابيب راهو هذية رسميه له اربع ساعة اللمه اربع خباراء وثلاثة من المجال محترمين يكتبونا فصل ابديوا بهذيك مكتوب يكتبونا فصل وعديوه وانبعد كملوها بقية مجالة الصرف المشاكل اللي عندهم الاخرين التقنية يودي كملها في العقل لا وبربي خلينا خلينا نقطة مهمة قديش اليوم الشاب بتونسي ولا تونسي بصفة عامة اليوم ماهو طالب حتى شي اعطيني ايطار قانوني النجم ننشط فيه على راحتي ونضمن فيه الحقوق متاعه هذي هي شو اقتالب اليوم التونسي نحكيه معناه ضيف متاعنا المجالات الابداعية وحدها مية وعشرين الف مواطن وحدهم يذوما محكينيش على فريلانسير كل راه تخيل انت غدوة تحل مشكلة مية وعشرين الف مواطن وتسايبهم ع السوق العالمي بجرة قلم هذي هو يذكروا بالخير ريت قديش سهلة راه انا ديما ما نفهمش مخي ما يقبلش كيفيش عنا حلول شوف قديش عنا من عام نحكيه احنا ساعة هوني في الاميسيون هذي يظلي عنا فوق العامين راه يغيذك خاطر تتلقى روحك ساعات جمعة على جمعة عود في نفس الكلام واحنا مزلنا نتفرجو والسلطات والحكومات وغيرو مزلو يتفرجو وما قدمناش في حاجات تافها راي حاجات راي هذي مواضيع تافها تافها وعلى قد مين تافها على قد مقادرة راي تقدم بنا بالجديد بالجديد زادة في نفس في نفس الوقت نقصد تافها من حيث ومعناك كشنية تستحق جهد بش تبدل رايو الناس هذي ما هيش طالبة تمويق ما هيش طالبة مرافقة ما قتلكش عمل لي أعطيني مسمار في حيث حالي حالي البابا ذاكا متاع الإشانج انلي متاع ومن حق التونس اليوم يوديران مانيش طالبين مزيا معناها مانيش طالبين حتى مزيا نرجع للموضوع جارة القلم سيدا حمد انت يقول لي ساعة اللي تجيع الفريلانس ينجم يكون حل من حلول لمقاومة البتالة موضوع جارة القلم اليوم شين القوانين اللي لازم مراجعتها باش نساهلوا الامور على التونس بصفة عام شوف الحاجة الحاضرة قانون التونس بحاضر حاضر موجود والالتغناتف انهم يدخلوا بشي دخلوا الفريلانسور اذيك نومنكلاتور محدة في قانون التونس بحاضر يتفاعل والناس يدخل فيه يعني فيها دونتاج فيه سبع سنين انو عندو الحق فيه سبع سنين ومبعد يرحلك باتين ذا معتيك سبع سنين بشي ديماري بشي قلع فيهم فما كمانتيني قولت كمانتين بشي دخلوا ماذا طالبين هم اللي في خلانس قال لك يا اخي ما حاشيش بالدوفيز بش نشري من البرا خاطر في خلانس بشي شري موسيقى بشي خالص نسخورين نتعمل معهم يقول لك اين الدوفيز اللي ندخلوا خليهولي ونخرج بقيمته نحلي منهم خمسين بالمئة يخليهم عندك نخرج بقيمته دوفيز بش نجر من التعامل في الاشيال انتغنسيونال ونحلي جوين حي بربية دقيقة وستاتيو دولارتيست هذا ما زادة تعرف وزارة الثقافة راي تخدم في بار شعبات و بار شا فلوس الدور الثقافة موجود الاستاتيو دولارتيست الاستاتيو دولارتيست الاستاتيو دولارتيست من 2016 تاساتيو موضوع ت Также لتدقيقة تاستاتيو تاجم تاستاتيو ويخويه ضده تعديه وقول ليه كلمة السحرية سمعتها بشجي اللجنة إذك ريتك ثلثة أم اللجنة إذك إذك سمعتها لجين إنتي كانت أسمع لجنة أعرفها راي تردي إذي أخوذها قاعدة اليوم التونسي راو كشمار كلمة لجنة راوكي أسمع كلمة لجنة يعرف اللي حاله يعني سنة يا جيجا يعني سنة يا جيجا وقتى اللي هما راهم والله حلول سهلة لماذا أنا فاهمت وضع روحه في بلاس المشارع ونحن نعمل معهم وفاهم الناس الحقيقة لن نعطيه الناس فيما ناس خدمة وتعبت كما توشف دوكابيني متع رئيس الحكومة اللي كانت قبل مع مادم نجلة بودن مادم سمية شرفي الحقيقة خدمة على خاطر عليش هما مخرج القوانين همش بخل هي باق انيورانس يقول لك أنا كني مانش متمكن هما جي لقديم يعرفوا شنوه صائر يعني مش فهمين شنوه منصات وشنوه هالنعية هذي هو طول عمر سالاقية يقول لك شنوه هذا متهرب ضريبين يخوفني اي خلي دوسي على الجنب ماشي سي با بخي بشو با بخندرين ديسيزيون كلم يخوف لا مشكلة غادي راو سالما يخوف راو راو شوف معني هالده راو من الحاجات ذيك الاصلاحات ذي تعمل سهلة راو الوزير مهما يكون الميدان راو مش هو بشي يكتبوا القانون ويشوفوا يجيه ولا ما يجيش راو الوزير عنده زارة بش يعمل ليجين تاع خبراء تفهم في الموضوع هذا وتفسر له الخبراء اضموا وظيفتهم انهم يفسروا يطرحوا الحلول وهو يختع هكرا والسياسيات العمومية بش في عشرين سجولة بش ينفسر لك شغل كيفش يصير هو الحقيقة يعني خلي واحد يحل المشكلة ونقعدوش نبر ونعايتو وما صارش هاو شو يصير يجي وزير بش نصو نقنعوه احنا كمجتمع مدني وندورولو بش صبقو من يموم انا بش تعمل سيمينار وجيك وفهم وبعد عين لك واحد وجيك الاخر وبيه بعد نوريوه الاتويد اللي احنا عملناهم وهم مش بشيخو اتويد وكيكا بش مشي يشارع لا يزمي ثبت في الاتويد المتاعنا صح ولا لي ويعمل الاتويد المتاعو سابخ انكوك دو تن دي مواء ومبعد نقولو شهرين عامين ولا عامين ونص وحنا نقنعوه ونوريو في الاتويتر ويتبدل مشي الوزير دجا يعني بعض العامل ولين دجا يخاف من اللي عامل اللي قبلو يكنجل الدوسي وطوبش نعاودو نقربوه ونعاودو نفسرولو ونعايتوه حتى التصويرها متاعوه زير اليوم يحل مشكلة كبيرة يسي 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 اللي حب تعمل بسيج اخوي صحح في حاجة كيف من هكا نقض نصوتو لك طول عمرنا نشي حاجة هكا سيد احمد الوقت بالضبط والله بالضبط والله نقض نصوتو لك حياتنا كامل خلينا نستغلوا الدرجة ذاية في السؤال الاخير متاعنا فما اللي يقول سيد احمد انه العمل كفري لانسر واذا حتى حكينا فيه قبل شوية فيها عديد المخاطر خاصة على مستوية التغطية الاجتماعية والصحية والخلاصات وغيره هل هيدا واقع اليوم في تونس وشنين يلي ساير بالضبط؟ حتى نسهل عليك فهم اربع مشكل كبار اول حاجة الوستاتيو يعني نجمش يخدم نجمش يفكتر بطريقة نغمال كي يعمل فلوس فهم ريسك تابت علي القباض من اين لك هذا؟ دلوك الدواء ديك لاغيب بوغ ديك لاغيب يلقى روح في اسيت مايش معقولة بالكل دلوك لاندي فازاج معال التشريعات مشكلة الثاني اللي دواغدو تأخ يعني تاو تلقى واحد في خصان جماعة الموسيقى ولا ماينجموش يبدعوا ماينجموش يهبطوا ابداحهم على خاطر يتسرق يعني يقعد ستة شهور يخرج في مخصوء ويتسرق ويتعادى في راديوناتو كل شيء ويتعادى في الكافز حتى حد يجيب له حقه ويقول له في تونس عانا مشكلة بساقة ونينبه الثالث هما صندق الاجتماعية مايفيقوا بروحهم اللي هما عندهم مضومة صحية وكل شيء كان بعد ما يعارسوا جيبوا صغار وعدي يفهموا بعد ما يعدي عمره كامل همش قاعد يساهم الحيطة الاجتماعية ولا سيغانس وكل شيء والرابعة وهي مشكلة في الخيانس الكل غارنسي دو بايمون كلهم يخدموا يتقلبوا والكاريير متاعلي فريلانس هو في قدش فلوس تقلب على قد ما برشة فلوس تقلب فيه قد ما اعرف روه سينيوخ والله معلومة عطاير المغرب اللي اذكرناه كمثال الجمعة هذي تعف شنا وصار ولا سيني سيس متاحهم لكيس ناسيونال دوسيكوديتر سوسيال معناها متاحهم هما ضمن الاجتماعي قررت انه المنظومة الصحية التقطية الصحية راهي وجوبية على الفريلانسير قال لك احنا دولة متاعنا لازمها اتدخل الناس هذوما في المنظومة بيش تضمن لهم التقطية الصحية متاحية والله اذي امور انسانية سيد احمد لحقيق قمنا ابسط مواطن يعني يحب هولو فريلانسيرا ويحب يروح ويقول مواطن كيمان سلغية في وزارة الفلاحة اخوي ولا امتاع جمعات اللي يختموا في استيك كيف وكيفهم وهو يخدم اكثر منهم ها تعرف شكون اللي يخدم في تونس اللي فريلانس راهو يعني يطور كنتروا البيزاج يغبان الكله والغرافيكو الكله واللي تروا فيه شكون نخدمها بربي هالي عمل الديزاين متاع السوديو هيدا ما تقولش سلغية مستان فريلانس صحيح صحيح سيدة احمد مشكور جدا سيدة احمد الهرميسي رئيس شبكة العاملين المستقلين الفريلانس اذا موضوع للمتابعة الحقيقة دا مرحلة اولا وكحكينا فيه المرة هادية ان شاء الله ان شاء الله عليش ليه في المدة القادمة علينا نلقوا تطور ان شاء الله نجيبوه كرايف بش اننا نحتفله ان شاء الله بالضبط عليش ليه قبل ما نكمل الجوش بش نقول لك فما هذا البروجي متاع القانون قاعدين طالبو به ان شاء الله بش نعملوا بش نعايتو رئيس الحكومة ان شاء الله هيجينا النسخة قديش مش لستجدو الاختيست نتعلو الترابنور مازلنا في المسخة واحد مازل لكم عشرة اخرين على الاقل كيف كيف ايام المؤسسة ايام مؤسسات كيف كيف بش يكون التيماتيك هي الانفورمال وكيف كيف زادة بش ان ان شاء الله تكون فرصة بش نتعبوه بش كون بربي بش يكون حاضر معاكم هي هي منظمة مؤسسات سامحنا هي المعهد العربي المؤسسات وفي العادة رئيس الحكومة يحفر ان شاء الله اكيد وزر الاقتصاد واخر حاجة اللي فمه كوبراتيف في العالم العربي مش نعملوها قادة تتبقى لازم مجلس وزاري يجتمع درجي والسلاماني هذا ان شاء الله نحقوه قبل الفين وارب عشرين ان شاء الله سيد احمد ننظروا مع اللجنة ونقولوا لك سيد احمد تسعة وثمانية وخمسة دقيقة يا سيدي مرحبا بيك مشكور جدا اللي حضورك معنا اكيد ومؤكد الموضوع ذايا بش نعاود ونحكيو فيه في مرات اخرين وان شاء الله تعاود تحضر بحدينا ونحكيو على التطورات ونقولوا سيبون واخيرا قدمنا في الموضوع ذايا اقتصادنا بالملي هاك نكون وصلنا لنهاية الموعد الاسبوعي متاعنا موعد نعاود يتجدد الجمعة جاية كيما العادة من السبت متسعة للعاشرة متاع الصباح على اي افام احلى راديو يناوي البيجي مقاليكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة